هلا يجوز أن نهنيعهم بأعيادهم أبدا لأن التهنيع بأعيادهم الدينية يعني اللضا بشعائل الكفر وهذا خطير جدا فإذا قال قائد ألا يجوز أن نهنيعهم مجاملة لهم كما كانوا يهنئوننا بأعيادنا هم يهنئون بالأعياد إذا جاعد رمضان إذا ضحى يهنئون قلنا لا لأن أعيادنا والحمد لله أعياد شرعية وأعيادهم أعياد بدعية لأنها إن صحت المناسبة وهو ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فهي بدعية شرعا لأن عيسى ما كان يحتفل بميلاده وإن لم يصح أنها مناسبة لميلاده فهي بدعية شرعية تاريخية ليس لها أصل إذن كيف نهنيعهم بشيء ليس عيدا شرعا ولا واقعا لأننا لا ندري هل وافق ميلاد المسيح أو لا وإذا قيل إن هذا معلوم بالتواصل نقول وليكن معلوما وليكن مطابقا للميلاد المسيح لكنه عيد فدعي شرعي إذن لا نهنئهم به أما كونهم يهنئوننا بعيدنا فنعم عيدنا شرعي والحمد لله وحق لنا أن نهنئ به أما عيدهم فليس بالشرع طيب أرأيتم لو هم هنئون بعيدهم هل يجب علينا أن نرد عليهم الجواب لا لا نرد عليهم لأن نرد عليهم يعني إيه الموافقة والرضا فإذا جاء إنسان كافر قال لأهناك ما شاء الله اليوم يوم واحد وثلاثين عشر ديسمبر ما شاء الله عيد مبارك هنك الله أعاد الله عليك بالخير ماذا أقول له ما أرد عليك كل أخي هذا ليس عيدا لنا لكن دعاءك لي لا أرده إنما اتهني أهلاء لا أخبر لأنه ليس عيدا لنا هذا الواجب علينا إذا كنا عزة وإلا فهم كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنوا ما عندهم باسهنونك عيدك إذا هنيتهم عيد انتهينا من الكلام على هذا